السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد للقناة نتكلم النهاردة على موبايل متوقع نزوله في شهر خمسة عشرين واحد وعشرين وهو لينوفو ليجين دول تو الناس اللي بتتابع جميعا لينوفو في فئة هي دي فئة مشهورة جدا في اللابتوب من الفئات اللي هي بتستخدم للجرافيكس العالية والجيمينجز حتى بتلاقي دايما الفئة دي فئة غالية شوية في الاجهزة اللابتوب النهاردة بنشوفها بمفاجأة كبيرة جدا من ينوفو في موبايل موبايل موسش تقليدي لا في الشكل ولا في المضمون ولا في المعصفات تمام طيب خلينا نشوف في الشكل الموبايل اللي Win Haasota هاة من الموارا مرمها والراضة هي تكتبين غيره من الجمع على مواطيع Event مثل الشركة اللي تعمل مواتير هي شركة اه اللي هي عندها اربع برندات في السوق اللي هي اه تمام هي مسؤولة عن المواتير الخاصة بالرايزين كاميرا فمنلاقي تليفون شكله مش تقليدي وغريب جدا طب خلينا دلوقتي كمان نتفرد بقى المواصفات الفنية بتاعته اول حاجة عندنا في التليفون وهو البادي بتاعه والبادي بتاعه مميز جدا ان هو اه البادي بتاعه سواء الوش تليفون او ظهر تليفون من الازاز عليه طبقة حماية كورنين جوريلا جلاس فايف اه والفرام بتاعه المنيوم فالبادي بتاعه او الديزين بتاع التليفون هو بفريميوم جدا بشكل كبير اه الحاجة برضو ملفتة جدا للنظر وهي اه ان هو جهاز مصمم جدا للتحمل وموالد رجع اكتر للجيمر اللي هما بيستخدموا الاجهزة في جيمز وجهاز بمواصفات عالية والمفاجأة برضو في وزنه وان هو وزنه امتين تسعة وخمسين جرام يمكن تقيل شوية بالنسبة لبقية التليفونات طيب خلينا نبدأ بالاساسيات بتاعت التليفون وهي اول حاجة عندنا الشاشة الموبايل بيجي بشاشة ايمولد وطبعا هي شاشات ايمولد هي غانية عن التعريف اللي دايما اه بتطورها شركة سامسونج وبتقدم فيها تشبع الوان غير طبيعي وجاي معرفة فاش ريت مية اربعة وربعين هرتز ودي حاجة كبيرة جدا من اكتر التليفونات اللي شفنا فيها الموضوع ده كان البوكوفون وجاي كمان بيسابورت اتش دي ارتين بلس ودي حاجة هيلة جدا بتساعدنا برضو ان احنا هنشوف زاوية رؤية اكبر تشبع الوان احسن اضاءة اقفضل اه جاي ب1329 طبعا حاجة خرافية اه بالنسبة للشاشة عليها طبقة حماية كورنج جولا جلاس فايف ودي برضو حاجة هيلة جدا جاي اه اه مع زيديو اي اه وهي الواجهة الخاصة بلينوفو اه البروسيسر الخاص بالجهاز وهو بروسيسر كوالكوم اه سناب دراجون اه تلات تمانيات وده احدث بروسيسر نزلته اه شركة اه كوالكوم تمام بالنسبة لالا بالنسبة للانترن الميموري الزاكرة الداخلية وهي متين ستة وخمسين اه على اتناشر جيجا رامو عندنا خمسمائة وتناشر على ستاشر دليل منسخة تانية دي طبعا بتبين مساحة بتتبين المساحة الداخلية بالنسبة للتليفون بالنسبة للكاميرات وهو جاي باربع اه جاي بكاميرتين عفوا اه كاميرتين الكاميرا الاساسية وهي اربعة وستين تمام بفتحة عدسة اه طبعا اه فتحة عدسة كبيرة بتساعد على التقاط صور بشكل كبير جدا اه الكاميرا التانية وهي جاية اه ستاشر كاميرا اللي هي خاصة بالزاوية العائدة الكاميرا بتصور لحد ايت كي طبعا حاجة يعني مشوف نهاج بشكل كبير في تليفونات كتير ان هي بتصور لحد ايت كي مش فور كي كمان يعني بتصور بحاجة قوية جدا طيب الكاميرا السيلفي وهي كاميرا موترايز اربعة واربعين ميجا بيكسل طبعا حاجة خرافية جدا بفتحة عدسة دي حاجة طبعا قويسة جدا بالنسبة للكاميرا القدام وبالدعم وبالدعم تصوير فيديو فور كي طيب بالنسبة للبلوتوث هو اه خمسة بوينت اتنين بالنسبة للفينجر برانت وهي تحت الشاشة تمام بالنسبة للبطارية وهي بطارية خمس تلاف خمسمية ميلي امبير طبعا بطارية ضخمة تمام مع الميزة الخطيرة جدا وهي اه ان الجهاز شاشته ايمولوج فمش بتستخدم كتير من الطاقة خمسة نانو متر المعمرية بتاعته فبالتالي استخدام للطاقة مش كبير فبالتالي الخمس تلاف دول حيبقوا هايلين جدا وخصوصا انا جهاز موجه اكتر للجيمرز والناس اللي بتحب الجيمز فجهاز زي اده مع بروسيسور بالقوة دي هيدين اداء غير طبيعي زائد برضو الميزة الكريسة جدا هو بيستخدم خمسة وستين وقت فاحنا بنتكلم فان هو الشحن بتاعه ما بياخدش وقت بشكل كبير يعني احنا بنتكلم في فان هو بيقدر يوصل لحد نص الشحن بتاعه في حوالي اتناشر دقيقة ويوصل مية في المية في نص ساعة يعني الموبايل البطارية الضخمة دي بتتشاحن في نص ساعة طبعا حاجة هلمية ولكن هي الفكرة بس كلها فانو التليفون ده موبايل مش عادي ومش تقليدي حتى سعره برضو ضخم شوية نتكلم فيه تمنمية يورو يعني بيدخل فرقم كبير شوية ولكن مع الامكانيات الكبيرة ومع الشكل الغريب اللي احنا شفناهش قبل كده ومع لينوفو مش بنشوفها باستمرار بتنزل موبايلات لكن هي نزلت موبايل اعتقد ان هو لما ينزل هيامل ضجة لان هو موبايل غريب في كل المخيص يعني موبايل فيه كل حاجة انت بتدور عليه فيه الكاميرا القوية الشاشة القطيرة البروسيسور الغير عادي فيه حتى الفكرة الوزن والماتيريال لأ تليفون بجد هيبقى اعتقد ان هو هيبقى حاجة كبيرة جدا وتمنى تكون الشرح والجوزية دي واحنا منتظرين بقى اللانشين بتاع التليفون شوفت الموبايل ده هيقدر يوصل لحد دات دي